طلاب الصفر الخامس الابتدائي مشاهدين الكرامة السلام عليكم و اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة العلوم حلقتنا النهاردة هنحل فيها مع بعض التقييم الاسبوعي التاني و قبل ما نبدأ عايزين نتفعل من فضلكم سواني بسيطة ننزل اسفل الفيديو و نضغط على رمزة عجابنا علشان ده بيوصل الفيديو لكل زملائنا و كلهم يستفيدوا التقييم الاسبوع التاني هنلاقيه في كتاب التقييمات لمادة العلوم في الصفحة 10-11 و زي ما احنا عارفين ان التقييم الاسبوع بيكون 3 نمازج تعالوا نبدأ مع النموذج الاول و نحل اسألته بالتفصيل السؤال الاول عندنا بيقول اكمل ما يأتي يحتاج النبات الى نقط والماء و ضوء الشمس للقيام بالعملية البناء الضوي طبعا عملية البناء الضوي ان العمليات المهمة اللي بيعملها النبات علشان من خلالها بيصنع غزاءه بنفسه العناصر اللي بيحتاجها النبات علشان يعمل عملية البناء الضوي ثلاثة هي الماء و ضوء الشمس و غاز ثاني اكسيد الكربون اللي موجود في الهواء الجوي يبقى في النقط هنكتب غاز ثاني اكسيد الكربون اما السؤال التاني بيقول لي اكتب ما تدل عليه العبارة التالية فتحات صغيرة في اوراق النبات يمر الهواء من خلالها في فتحات موجودة في الاوراق الخاصة بالنبات وفايدة الفتحات دي ان الهواء بيمر من خلالها ومن التالي اوراق النبات تقدر تحصل على غاز ثاني اكسيد الكربون من خلال الفتحات دي علشان تعمل عملية البناء الضوي الفتحات دي اسمها فتحات الصغور السؤال التالي بيقول لي علي نفسر لي العبارة التالية ضوء الشمس من الاحتياجات الاساسية للنبات ليه ضوء الشمس ده ضروري ليه النبات علشان ينمو و يبقى على قيد الحياة زي ما قلنا ضوء الشمس ده بيحتاجه النبات علشان يعمل عملية البناء الضوي يبقى نسق جابتنا و نكتب حتى يستطيع القيام بعملية البناء الضوي ليصنع غزاءه بنفسه اما السؤال اربعة في التقييم الاسبوعي النموزج الاول بيقول لي ماذا يحدث اذا ايه اللي هيحصل لو اختفت النباتات من على سطح الارض تعالي نشوف الكائنات الحية و نقسمها وعبط النباتات بتصنع غزاءها بنفسها و لذلك بقول عليها كائنات منتجة كائنات تانية زي الانسان و زي الحيوان بيتغزوا على النبات يبقى بقول عليهم كائنات مستهلكة طيب ايه اللي هيحصل لو اختفت النباتات اللي هي الكائنات اللي بتنتج الغزاء اللي بقيت الكائنات الحية هقول له سوف يحدث خلل في النظام البيئي و نتيجة الخلل ده هيؤدي الى موت الكائنات الحية لان كمية الغزاء اللي موجودة في النظام البيئي هتبقى غير كافية لباقي الكائنات الحية يبقى النسة قيجابتنا و نخليها مختصرة وجود خلل في النظام البيئي و موت الكائنات الحية لنقص الغزاء السؤال الاخير في التقييم الاسبوعي نموزج واحد بيقول لي ايهما افضل ايه اللي احسن لو هنزرع النبات و نخليه ينمو في التربة ام نبات ينمو في مناشف ورقية طبعا التربة الطبيعية بيكون موجود فيها المية و العناصر الغزائية اللي بيحتاجها النبات و بيكون فيها ايضا الاملاح اما المناشف الورقية العناصر دي مش موجودة فيها يبقى لأفضل ان النبات ينمو في التربة الطبيعية يبقى لجابتنا هنقول النبات الذي ينمو في التربة و السبب في ذلك لوجود العناصر الغزائية بها مما يجعله ينمو سريعا تعال دلوقتي نشوف مع بعض اسئلة النموزج التاني و نحلها بالتفصيل و اول سؤال عندنا بيقول لي اكمل مياتي تتحول الطاقة الضوئية في النبات الى طاقة نقعد في عملية البناء الضوئي عملية البناء الضوئي النبات فيها بيمتص ضوء الشمس اللي هو طاقة ضوئية و بيحولها الى طاقة كيميائية يعني في صورة غزاء مختزن وهو سكر الجيلوكوز السؤال التين بيقول لي اكتب ما تدل عليه العبارات التالية يعني انا هكتب لك التعريف و انت تقول التعريف ده بيدل عليه العبارة اللي عندنا بيقول لي انابيب في النبات أنابيب دي موجودة في النبات ووظيفتها مسؤولة عن نقل المواد الغذائية من الأوراق إلى جميع أجزاء النبات زي ما احنا عارفين أن أوراق النبات هي مصنع الغذاء للنبات لأنه فيها بتحصل عملية البناء الضوي اللي بنخلالها النبات بيصنع غذاءه بنفسه وبعد ما الغذاء بيتصنع بيحتاج أنه هو ينقله لكل أجزاء الجسم فيه أنابيب موجودة في النبات هي اللي بتنقل الغذاء من الأوراق إلى باقي أجزاء الجسم الأنابيب دي اسمها أنابيب اللحاء أو أوعية اللحاء أما السؤال الثالث بيقول لعليل وجود الشعيرات الجذرية في جذور النبات إيه فايدة الشعيرات الجذرية اللي موجودة في جذر النبات هقول لأنها بتعمل على انتصاص الماء بكمية كبيرة من التربة أما السؤال الرقم أربعة بيقول لي ماذا يحدث إذا إيه اللي هيحصل إذا وضع نبات أخضر في مكان مظلم لفترة من الزمن طبعا أي نبات بيحتاج ضوء الشمس علشان يعمل عملية البناء الضوئي النبات لو وضعناه في مكان مظلم يبقى ضوء الشمس مش هيوصل ليه وبالتالي اللي هيحصل إن النبات النموه سوف يكون ضعيف وبعد فترة ممكن النبات يحصل له يكون هزيل وبعدين يموت يبقى الناس قجابتنا ويقول سوف يكون النبات ضعيف النموه وآخر سؤال عندنا في النموذج التاني بيقول لي وضح كيف يصنع النبات غذائه إزاي النبات بيصنع غذائه هنقول له من خلال قيامه بعملية البناء الضوئي وعملية البناء الضوئي اللي بيحصل فيها تفاعل ما بين ضوء الشمس والمية وغاز سينوكسيد الكربون لينتج النبات غاز الأوكسجين بيوفر لنا الأوكسجين من العملية دي من ضمن منتجاتها وبعدين النبات بيصنع غذائه في صورة سكر جيليكوز يبقى عملية البناء الضوء بتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية مختزنة في صورة سكر الجيليكوز تعالي دلوقتي نشوف أسئلة النموذج الثالث للتقييم الأسبوعي التاني وأول سؤال بيقول لي أكمل ما يأتي مصدر طاقة النبات هو سكر نقط السكر اللي بينتج من عملية البناء الضوئي وده يعتبر غذاء النبات لأن الغذاء فايدته للنبات بيحصل منه على الطاقة ويقدر يعمل عمليات الحيوية المختلفة فالسكر ده اسمه سكر الجيليكوز السؤال التاني بيقول لي أكتب ما تدل عليه العبارة التالية صبغة مسؤولة عن اللون الأخضر لأوراق النبات صبغة موجودة داخل خلايا النبات ومسؤولة عن أنها تدل لبات اللون الأخضر الخاص به هقول له الصبغة دي اسمها الكولوروفيل السؤال التالي بيقول لي علل لا ينمو النبات بصورة جيدة في المنشفة الورقية لو عندي منديل ورق وزرعت فيه نبات النبات نموه هيكون ضعيف ايه السبب العلم لده؟ هقول له لعدم موجود العناصر الغذائية والأملاح بها كما هي موجودة في التربة الطبيعية السؤال الاربع بيقول لي ماذا يحدث إذا؟ ايه اللي هيحصل لو اختافت الجزور من النباتات؟ طبعا فايدة الجزور بتمتص الماء والعناصر الغذائية من التربة لو الجزور مش موجودة يبقى بالتالي النبات مش هيمتص الماء والعناصر الغذائية يبقى هنسة كيجابت وأقول له عدم قدرة النبات على امتصاص الماء والعناصر الغذائية من التربة وآخر سؤال عندنا بالنموذج التالي بيقول لي كيف تستفيد أجزاء النبات من الماء والهواء والضوء للقيام بالعمليات الحاوية؟ إزاي أجزاء النبات المختلفة؟ بيحصل لها استفادة من الماء والهواء والضوء علشان تعمل العمليات الحاوية المختلفة زي عملية في النمو وعملية التغذية وعملية التنفس والحركة وغيرها هوات ضحل وجابتي وأقول عن طريق أن الماء والهواء وتحديدا غسل نوكسيد الكربون اللي موجود في الهواء وضوء الشمس بيتفعلوا مع بعض أثناء قيام النبات بعملية البناء الضوئي التي من خلالها يكون النبات غذائه يبقى هنأسق إجابتي وأقولها مرة تانية عن طريق تفاعلهم معا أثناء قيام النبات بعملية البناء الضوئي التي من خلالها يكون غذائه وبكذا أصدقائنا العزائي نكون وصلنا نهاية التقييم الأسبوعي الثاني فاضلا بنسعد بتفاعلكم معانا من خلال ضغطكم على رمز عجبني علشان دي بيوصل الفيديو لكل زملائنا وكلهم يستفيدوا كمان تقدر تعمل مشاركة مباشرة للمحتوى لو استخدمت رمز المشاركة أما لو كنت أول مرة تشاهدنا وحبيت أنك تنضم لأسرتنا نسعد بنضمامك من خلال ضغطك على كلمة اشتراك أو سابسكرايب اللي موجودة أسفل الفيديو على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وحتى ذلك الموعد تقبل وأطير تحياتي وأصدق منياتي لكم جميعا بالنجاح والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته